ساعدت بلقاء وزير خالجية بلجيكا العلاقات الثنائية بين البلدين علاقات إيجابية ومثمرة وتحدثنا اليوم فيما يتعلق بالعلاقة الثنائية التي تربط بين البلدين وأيضا التعاون مع الاتحاد الأوروبي وتنوالنا كل القضايا الثنائية السياسية الاقتصادية واتفاقنا على العمل من خلال الأجهزة الفنية أيضا الاستكشاف مزيد من الفرص في النطاق الاقتصادي طبعا تحدثنا حول التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط المتوسط وأوروبا من خلال انتشار ظاهرة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاستعداد للعمل المشترك في هذه المجالات لتحقيق مزيد من الاستقرار والفرص التي تتاح من خلال الاستقرار للتنمية الاقتصادية للشعوب المنطقة مصر قررت إنشاء تمثيل دبلوماسي لها بالمنظمة وسوف يتم في القريب التقديم سفرنا في بروكسل الأوراق اعتماده وإقامة تمثيل دائم يتيح التعاون والحوار مع منظمة الناتو شكرا جزيلا